حقيقة توقيت انتخاب الرئيس كان يعني غريب أولا مجلس النواب في عطلة تشريعية وعمليا هو ما يحتاج الرئيس لأن الجلسات ماكوا هذا واحد من أسباب يعني عدم عقد الجلسة السبب الثاني أن كل الكتل السياسية المشكلة لمجلس النواب كلها بلا استثناء عندها مرشحين في مجالس المحافظات وهم منشغلين وتفصل بينهم وبين الانتخابات أيام معدودة وقضية الرئيس بما أن النائب يعني أي نائب بالبصرة بالعمارة بالموصل بدهوك بسليمانية يقول لك أنا في عطلة تشريعية وعند انتخابات حضوري إلى بغداد ما راح يفيد شيء لأنه يوم تسعة واحد راح يكون موعد الجلسة تنتهي العطلة التشريعية وأرجع انتخاب الرئيس براحة مثل ما يقول فجو الانتخابات المحلية إضافة إلى العطلة التشريعية شكلت تقريبا تسعين بالمئة من عامل تأجيل عملية انتخاب الرئيس هذا السبب ينهلنا الرئيسيات ترجمة نانسي قنقر